وحسم التأهل بدري ده الهدف يعني على عكس ما حصل طبعا في مشوار أفريقيا الفات يمكن زي ما قلنا انه كان الحسم في الجولة الأخيرة لازم نحسم بدري طبعا يعني يرياحك بشكل كبير جدا وديك فرصة خذي بالك انت 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 بتلعبي يعني احنا لو رجعنا اخر مثلا عشرين يوم للنادي الأهلي انتوا بتكلموا على خمس مطشط مع خمس أبطال يعني مش بكلم على مطشط صغيرة أو مطشط بسيطة انت بتقابل لعابة الدحيل لعابة باير ميونيخ لعابة بالميراس لعابة المريخ السوداني وراح تلعب سينبا التنزيني خمس فرق تتفق تختلف يبقى فيه تباين أو تفاوت في مستواهم لكن في النهاية مطشط تقيلة جدا وده بالتأكيد حمل كبير طبعا على اللعابة النادي الأهلي ما رايحتش يعني خلصت السيزن الأخير بالثلاثية دخلت في بداية دوري ودخلت في مشوار أفريقيا وده بالتأكيد مجهود بدني أو إرهاق بدني كبير جدا على عابة الأهلي وكان اللفعون سواء القائمين على ملف الأحمال والتدريبات في النادي الأهلي أو طبعا الجهاز الطبي اللي بيبزل مجهودات كبيرة جدا عشان تبقى الفرقة دايما جاهزة ومستعدة ترجمة نانسي قنقر